ولي العهد السعودي لمصر والمباحثات اللي أجراها مع رئيس السيسي وحضوره كمان لتخرج الدفعات العسكرية الأهرام اختارت لمنشط الرئيسي لصفحتها الأولى بكرة مصر والسعودية جناحاء الأمن القومي العربي والسيسي خلال تخريج دفعات في الكليات والمعاهد العسكرية إطلاق مشروعات قومية كبرى خلال المرحلة المقبلة وقناة السويس الجديدة إنجاز المصريين تحقق بعقلهم وسواعدهم وأموالهم كمان أعلان القاهرة يؤكد متانة العلاقات التنائية أعلان القاهرة اللي كان النهاردة في ختام المباحثات بين الرئيس المصري وولي وولي العهد السعودي وكمان داعش يستعد لإطلاق حرب نهاية العالم ومصر تتسلم تمن مقاتلات F-16 أمريكي كمان بعد بكرة الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي يناقش القضايا الأقليمية والدولية وإزالة المباني المخالفة في أعلى من نيل برشيد في اليوم السابع حوار مع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور في أول حوار بعد الدرع العائد بيقول استقلت علشان محدش يدخل في صراع مع النادي طبعا كلنا تابعنا مبارح أنه رئيس نادي الزمالك كان أعلن أنه بيتقدم باستقلته وبيدعو لجمعية عمومية طارقة علشان يتم انتخاب رئيس جديد ولكن النهاردة ومن شوية كانت الأخبار بتكلم على أنه رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور تراجع عن الاستقال بيقول أهلا بجمهور الزمالك العظيم إنما تقول لي ألترس أقولك معرفش حد بالاسم ده وأدعو كل الفنانين الأزمة الكوية للمشاركة في فرحة الدوري كمان السيسي يدعو الملك سلمان لزيارة مصر الرئيس ولي العهد السعودي يصدران إعلان القاهرة الاتفاق على تطوير التعاون العسكري والرئيس في حفل تخريج الكليات العسكرية مصر والسعودية جنحاء الأمن القومي العربي نفس دقريبا المنشت اللي استخدمته برضو جريدة الأهرام أو التصريح اللي ركزت عليه جريدة الأهرام وجريدة اليوم السابع تقرير كمان عملاء اليوم السابع أو تحقيق عن الخناعة الدائرة على مواقع التواصل الاجتماعي وخناقة الحجاب والميو على شواطئ الساحل والقائمة السوداء للأماكن العنصرية التي تمنع دخول المحجبات خناقة مشتدة ومشتعلة على مواقع التواصل الاجتماعي بقى لها كم يوم العليا للانتخابات تطلق ماراتون مجلس النواب غدا بدء تلقي طلبات المجتمع المدني والإعلام لمتابعة الانتخابات واسيسي يستعد لإصدار مباشرة الحقوق السياسية بعد تعديل مدة رد الاعتبار وكمان محافظات قناة السويس نظيفة من الإرهاب خبل 6 أغسطس كورينا فرحانين خلاص وبناد العد التنازلي لفتتاح قناة السويس ونهاردة الدولة أعلنت خلاص النهاب بتضع اللمسات النهائية قبل الاحتفال اللي هيقام بعد أيام أمريكا تسلم مصر ثمان طائرات F-16 وكمان الأحد نتائج المرحلة الأولى للتنسيق والثلاث بدء المرحلة التن أول خبر نبدأ به في جولتنا المحلية وهو خبر خد يعني أخده رد كتير جداً النهاردة الخبر حسب المنشور في المصر اليوم بيقول أنه الجريدة الرسمية نشرت النهاردة قرار موقع من هشام أنديل رئيس الوزراء في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي بينص على منح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة الصب السائل 2 بنينة شرق بورسعيد بي أو تي بنظام بي أو تي لشركة مشرق للبترول ورغم إن دي مش أول مرة يتنشر فيها حاجة من النوع ده في الجريدة الرسمية وقبل كده شفنا إنه فيه قرارات موقع من مرسي نفسه بعد شهور من عزله بس واضح إننا كل مرة بنتفاجئ وكل مرة بنكون محتاجين إن إحنا نسمع نفس التوضيح وده السبب اللي خلى مصدر مسؤول في وزارة اصطناع والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يخرج في بيان رسمي علشان يوضح ويقول إن القرار المنشور الموقع من أنديل مش خطأ مطبعي ولكنه جي بناء على مخطبة من هيئة مستشاري مجلس الوزراء لهيئة المطابع الأميرية بتاريخ 16 يوليو الجاري ويوضح المصدر في البيان إن الهيئة ما عندهاش الحق في إنها تنشر أي قرار بالوقائع المصرية أو الجريدة الرسمية إلا بناء على مخاطبات رسمية من مجلس الوزراء والوزرات المعنية الخبر اللي بعد كده اللي معانا غريب وعجيب الخبر المنشور في جريدة الشروق بيوضح إن الدكتور حاتم صلاح الدين رئيس جامعة دامانهور قرر إنه يمنع توقيع أي بروتوكولات ولا أي اتفاقيات مع أي جامعة أجنبية داخل كليات الجامعة إلا بعد الحصول على موافقات من وزارة الخارجية والجهات الأمنية وده خوفا من اختراق البلد من خلال البعثات الخارجية قال إن معظم المشاريع المقدمة من الجهات الأجنبية وراها أغراض بتضر بالبلاد الخبر ده بيأكد قدقينه فيه هاجس أمني ونظرية مؤامرة ممكن تكون مسيطرة على حاجات كتير في البلد ونحط أكتر من خط على فكرة معظم المشكلة بقى لما الموضوع يتنقل لملاف مهم زي التعليم ويوصل لدرجة إننا نتحرم من اتفاقيات ممكن تفيد جماعتنا وشبابنا علشان خايفين يكون الموضوع في مؤامرة مش بنلوم من حقك أنك تخاف إنه يكون فيه مؤامرة ومن حقك تخاف إنه يكون فيه احتياطات ويعني وتطالب إنه يكون فيه احتياطات أمنية لكن ده ممكن يحصل من غير محد يحس لإنه لما الجامعات الأجنبية تعرف إننا بنتهمها بالتآمر علينا ليه ممكن بعد كده توافق على أي بروتوكول إحنا اللي ممكن نطلبه بعد كده ليه ممكن تقدم بروتوكولات أو خدمات لطلابنا وأساتيزتنا السيد مصطفى حسين أو سيد مصطفى حسن ده الخبر اللي بعد كده وهو سواء ميكروباس بسيط رأت دلوقتي في مستشفى بنها الجامعي على أحد الأسر لكن ليه حكاية مختلفة السيد حكم أساته لجريدة الوطن وقال إنه فيه قوة أمنية بتتبع لمركز شرطة بنها بالأليوبية أكبرته على إنه يخرج معاها بعربية والميكروباس اللي بيشتغل عليها خرجت معاها أو هو خرج معاهم في حملة أمنية لمدهمة إحدى العصابات من أسبوعين وشارك في الحمل ولكنه خرج مصاب بطلق ناري الطلق ناري ده أصفر عن تهتك في الحبل الشوكي ومنطقة الرئة مأساته ما خلصتش على كده وهو عنده بالمناسبة 27 سنة وبينتمي لأسرة بسيطة بإحدى قرى بنها بيكمل كلامه السيد وبيقول الناس دول أخدوني غصبة عني واتضربت بالنار وبعدها ما رديوش يعملولي عملية ولا رديوهم هم يعوضوني وحالتي بتسوقي يوم عن يوم والأصعب من كده إن المستشفى عايزة تخرجني قبل ما تعالج وقال إنه عايز المسؤولين يسمعوا صوته لإنه غالبان وكل اللي عاوزه يرجع يمشي على رجله زي بقية الشباب تقرير طبي الأصدر ومستشفى بنها الجامعي بيشير إلى إصابة السيد بطلق ناري تسبب له في شلل نصفي وكدمات بالرئتين وبيقول صاحبه هيسم اللي بيقيم معاه في المستشفى إنهم لجأوا لتحرير محضر في نيابة بنها بالواقع بعد ما وصلوا للمستشفى ولكنه بيشتكي إنه محدش في المستشفى بيديله علاج والحالة كل يوم بتكون أسوأ وآخر حاجة قالوها إنهم عاوزين يخرجوه لإنه محدش بيتحمل نفقات علاجه موضوع محتاج توضيح ورد من وزارة الداخلية عشان نفهم أكتر إيه الموضوع ده بمناسبة بقى عامل النظافة اللي فيه ناس شايفوا النهاردة إنه لو شال الدرع الدوري هو إيهانة هاني المسيري محافظة اسكندرية كرم النهاردة عامل نظافة اسمه رمضان كامل وده بعد إصابته بجرح في وشه واستلزم 47 غرزة لما كان بيقدي عمله في جمع القمامة بمنطقة الرمل وده كان بسبب كيس كسر إزاز أكد المحافظ خلال تسليمه شهادة التقدير للعامل حسب موقع مصراو عارفين هو حاصل على شهادة ولا لا نتمنى إنه كل الإجراءة يعني إن الإجراء ده يتم اتخاذه مع كل من يشبهون هذا التطبيب الموزايا بعد الفاصل نكمل مع حضرتكم كلام اشتركوا في القناة